هنأ رئيس مجلس الوزراء الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول الذكرى السبعين لثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة وأكد مدبولي في برقيته أن هذه المناسبة ستظل دائما حاضرة في وجدان الشعب المصري بما حققته من إنجازات عظيمة لإرساء مبادئ العدالة والمساواة والحرية وما أحدثته من تغيير في المنطقة العربية والإفريقية وفي دول العالم الثالث دفاعا عن حرية الشعوب وحقها في حياة حرة كريمة هذا وقد أصدر مدبولي قرارا بأن يكون يوم السبت الموافق الثالث والعشرين من شهر يوليو عشرين اثنين وعشرين إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزرات والمصالح الحكومية والهيئة العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص وذلك بمناسبة ذكرى عيد ثورة الثالث والعشرين من يوليو ترجمة نانسي قنقر